المحكمة العليا الأمريكية اختتمت دورتها القضائية قبل عطلة الصيف بسلسلة من القرارات المخيبة لأمال البيت الأبيض إلغاء خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعفائه من الديون الجامعية كانت آخر تلك القرارات أعلم أن ملايين الأمريكيين في هذا البلد يشعرون بخيبة الأمل والإحباط بسبب قرار إلغاء إعفاء ديون الطلاب ويجب أن أعترف أنني أشعر بذلك أيضا أعلى سلطة قضائية في البلاد خلصت إلى أن بايدن لا يمتلك الصلاحيات لشط بديون تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار ضمن خطة لتخفيف الأعباء المالية التي تثقل كواهل خريج الجامعات على مدى سنوات خلال مسيرتهم المهنية بايدن تعهد بأن قرار المحكمة التي يهيمن عليها قضاة محافظون بغالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة لن يكون الكلمة الأخيرة في هذه المعركة التي أخذت أبعادا سياسية بين الديمقراطيين والجمهورين اليوم أعلن عن مسار جديد ردا على قرار المحكمة يمنح إعفاءات من الديون لأكبر عدد ممكن من المقترضين بأسرع وقت ممكن على أساس قانون مختلف عن القانون السابق يسمى قانون التعليم العالي يسمح لوزير التعليم بإلغاء قروض تحت ظروف معينة زعيم الأقلية الجهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل الذي لعب دورا كبيرا في تثبيت تعيين القضاة المحافظين في المحكمة العليا اعتبر القرار دربة قوية لما وصفه خطة اشتراكية وتصورا مغلوطا للصلاحيات التنفيذية بينما حالت المحكمة العليا دون تنفيذ وعد انتخابي مهم لرئيس بايدن في مستهل حملته لولاية ثانية يشدد فريقه على انه لن يتوانى عن تحميل الجمهوريين المسؤولية عن حرمان ملايين الامريكين من اعفاءات كانت ستخفف اعباءهم المالية هشام برار الحرة واشنطن